بعد عشرين عاماً من إطلاق الحرب ضد تنظيم القاعدة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتباراً من أول مايو لينهي بذلك أطول حرب أمريكية رافضاً دعوات لبقاء القوات الأمريكية لضمان حل سلمي للصراع الأفغاني وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض أقر بايدن بأن أهداف الولايات المتحدة في أفغانستان أصبحت غامضة على نحو متزايد خلال العقد المنصرم وحدد مهلة لسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان والبالغ عددها 2500 في موعد أقصى الحادي عشر من سبتمبر أنا رابع رئيس أمريكي أترأس وجود قوات أمريكية في أفغانستان اثنان من الجمهوريين واثنان من الديمقراطيين وأنا لن أمرر هذه المسؤولية إلى رئيس خامس وبعد التشاور عن كثب مع حلفائنا وأصدقائنا والقادة العسكريين ورجال الاستخبارات والديبلوماسيين وخبراء التنمية والكونغرس ونائبة الرئيس وكذلك مع السيد غاني وآخرين في العالم وصلت إلى نتيجة أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب أمريكية حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى البلاد وبالتوازي مع قرار بايدن أعلنت دول حلف شمال الأطلسي الناتو أنها قررت المباشرة بسحب قواتها العاملة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من مايو على أن تنجز ذلك في غضون بضعة أشهر وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ إن على أفغانستان الآن تأسيس دولة آمنة لمواطنها مع سحب القوات الأجنبية بينما تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستان بأن تواصل تمويل القدرات الأساسية لقوات الأمن الأفغانية بما فيها القوات الجوية ومن جهته أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه يحترم قرار الانسحاب بعدما تشاور في شأنه هاتفيا مع نظيره الأمريكي وأكد عبر تويتر أن قوات الأمن الأفغانية قادرة تماما على الدفاع عن شعبها وبلادها وبالرغم من الاتفاق بين واشنطن وحركة طالبان العام الماضي على سحب القوات الأمريكية تستمر أعمال العنف بشكل كبير على الأرض بين المتمردين والقوات الأفغانية الأمر الذي يثير مخاوف وكالات الاستخبارات الأمريكية التي أشرت إلى أن الحكومة الأفغانية قد تواجه صعوبات في حل خروج قوات التحالف الدولي بشكل متسرع وبدون خطط تضمن قدرة قوات الأمن الأفغانية على التصدي للإرهاب